ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله خالد الجاسم فإن حاكمي صب جمى غضبه أمام رئيس الفيفا على أداء الطاقم التحكيم لمباراة اليوم أمام كرواتيا وكذا المباراة السابقة أمام فرنسا ونقل بعض الصحفيين الذين منعوا من تصوير الحادث أن حاكمي عبر عن غضبه بصوت مرتفع لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص العديد من الحالات التحكيمية التي كانت ضد المنتخب المغربي في المباراتين الأخيرتين